كاتب الدولة المكلف بصناعة السينما تغرافية في حوار خاص مع قناة النهارة أنه قام بدراسة عدة ملفات منذ توليه منصب كتابة الدولة ومن بين هذه الملفات قانون الفنان ومختلف حلقات الصناعة السينما تغرافية في الجزائر كما قدم اقتراحا بخصوص إنشاء المركز السينما الجزائري من أجل تنظيم القطاع أكثر هناك عدة نقاط ومحاور يجب أو أخذتها حيز الأولوية أهم نقطة هي إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في المركز السينما الجزائري إعادة النظر كذلك في التكوين ومنظومة التكوين للثقافة بشكل عام والسينما بشكل خاص إعادة النظر أيضا في تحيين القانون السينما لـ 11.03 الذي ينظم هذا المجال كذلك إشكالية قاعات السينما التي هي العنصر الأساسي في السوق التي نحن بصدد تحضير لها هناك نقاط مهمة كثيرة وكل هذه النقاط متناسقة يعني كل نقطة رايحة ما تتحققش على أرض الواقع راح يكون هناك تأثير على السلسلة ترجمة نانسي قنقر